أنا لازم أدرج الأكل لأن الناس كلها بتروح عايزة أتاكل دلوقتي حلم في الفطار كل حاجة أنت يعني أنت من كنتش محروم أنت كنت صايم لله وبعدين ده العيد والعيد فرحة وبسط وكل وهيس وعمل كل اللي أنت عايزه بس درج الأكل خلي وجباتك أربع وجبات في اليوم مهم جدا يا شام ودي نصيحة مهمة جدا للناس الفطار يكون بعد صلاة العيد زي ما احنا قلناه وأنا أتمنى أن يكون الغداء متأخر قرب صلاة المغرب شوية بين العصر والمغرب هي طبيعي الناس هتكون سهرانا فهتنام شوية أصحى متأخر هتصلي العيد هتصلي العيد وبعد صلاة العيد هتفتر زي ما اتفقنا وبعدين تبدأ تاخد الغداء إن شاء الله على الساعة حوالي مثلا أربعة ونص وتبدأ بعد كده تاخد العشاء متأخر